اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من طالب مبتعث يقوم بمتابعة دراسته الجامعية في جامعة لويس انت كلارك الامريكية قام بانشاء نادي طلابي لتسخير مئات الساعات التطوعية لخدمة المجتمع وهذا الذي قام بترشيحه للحصول على جائزة السلام العالمية من المؤسسة ديفيس بالولايات المتحدة الامريكية دعونا نتعرف جميعا على قصته في هذه الجلسة مع حمدان العامري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب يشرح لي صدري ويسلي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي مرحبا بكم اليوم أخواني وخواتي في جلسة إن شاء الله أنها بتكون خفيفة ولطيفة عليكم طبعا أعرفكم عن نفسي أخوكم حمدان بن شفيان العامري واليوم القصة اللي بذكرها قصة إلهام لكنها ولدت من رحم الآلام فطبعا بإذن الله بكلمكم عن قصة جائزة السلام الدولية اللي من خلالها تعلم درس مهم واكتسبت مهارة في مهارات التفكير التصميمي كم واحد منكم سمع عن تفكير التصميمي من قبل اللي هو دزاين تينكينج حلو حلو معناتنا إن شاء الله بنتعلم شي يدري ومع بعض زي الكلكر لا يعمل لوجيستيكس معناتنا محطاتنا مفهوم التفكير التصميمي المراحل الخمس وتورين تطبيقي ومفاتيح وأسرار لكن خلونا بلخصها في قصة قصة جائزة السلام الدولية كيف يعمل هذا الكلكر يعمل هذا الكريم؟ حسناً كيف يعمل هذا الكريم؟ سبحان الله فيدهم كأنه مجيك كيف يعمل هذا الكريم؟ حسناً 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 يمكن هذا السؤال التفاعلي اللغز الأول يقول ما هو الحديث النبوي الشريف اللي بنستخل خاصه من هذه الصورة؟ سريع يلا خلنا شوف التفاضل الله عليش تسمش؟ حيوا ندى كيف وكفوا عليش؟ إذن أول نقطة راحة الندى أول نقطة راحة الندى وبيكون إن شاء الله في جائزة بسيطة إذن مثل ما قالت اختنا ندى من سلك طريقاً يلتمس علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة لذلك اليوم هدفنا من هذه الجلسة أن نسلك طريق يؤدي إلى العلم بذن الله وربي إن شاء الله يكتبها في نيتنا الطيبة ما لم تقله أمي هو إصداري من قبل الأخير وهذا الإصدار بذن الله اللي بيكون هدية للفائز معنا اليوم فيمكن تكون ندى يمكن يكون حال ثاني في هذا الكتاب بتلقون جزئية بعنوان بين سفر الذات والملدات ويمكن أتكلم فيها بشكل مفصل عن اللي بأكلمكم عنه اليوم عن جائزة السلام الدولية نكست بليز فبعض الآلام الهام مثل ما قد لكم أذكر وانا صغير مرة من المرات رحنا مصر وكنت في هذا العمر فوانا في مصر نتجول في شوارع مصر شفت فيه أطفالي بيعون تحت الجسور وانتبهت يوم يام بالليل نفس هالأطفال يتوسدون الكاراتين تحت الجسور كانت بالنسبة لي صدمة كبيرة سألتهم يعني هالأطفال شو يسوون هني ليش ما ردوا بيوتهم قالت لي شوارع بيوتهم وكانت أكبر الصدمة بالنسبة لي كطفل هني حسيت أن السفر مش للمنى الذات إنما الاكتشاف الذات والعالم من حولنا وهذه الصدمة وهذا الألم استمر معايا سنوات كبيرة أحمله في داخلي أنا يوم الصغير كنت أحس أن البيت هذا شيء مضمون يعني تطلع على الدنيا بيتك موجود أكلك موجود كل شيء موجود كطفل ما كنت أعي أن هناك أطفال بنفس عمري وبلاقين مخده وبلاقين صق في أويهم هذا الألم كبر معايا وهذه الطاقة كانت مكبوطة داخلي إلي ما رحت الجامعة أول سنة جامعية شفت ملسقات عن جائزة السلام الدولية جائزة السلام الدولية فكانت هذه الجائزة اللي سوي بروجيكت اللي سوي بروبوزل بهذا البربوزل إذا أقنعت ديفيس فونديشن اللي هي منظمة عالمية إذا أقنعتهم بفكرتك بيعطونك تمويل تقدر من خلال تنفذ هذه الفكرة ويوم هم يتكلمون عن الجائزة كنت كذي نفسكم يالس في الكرسي كنت شوي أسمع وشوي قاعد تخيل نفسي مع الأطفال اللي شفتهم في مصر وقاعد أسوي لهم معسكر كنت أشوف شيء يعني مش واضح رؤية غير واضحة لكني كنت أشوف مشروع مع هؤلاء الأطفال كنت تحس بمسؤولية كبيرة تجاه الألم اللي داخلي فرحت وكلمت المرشد الأكاديمي اللي عندي قلت له أنا متحمس وبدخل إن شاء الله بدخل مسابقة السلام الدولية كانت مرشدتي الأكاديمية اللي في الإمارات قلت لي يا حمدان التلغتك الإنجليزية تعبانة يعني ركز على الإنجليزي شوية يعني ركز على تخرجك ركز على المواد شو تبغي جوائز وغيرة خاصة الجائزة بتأخذ من وقتك الكثير وهذا اللي يقودنا للنقطة اللي بعدها نكست بليس النقطة اللي بعدها اللي هي المحبطين من باب المحبة كم واحد منكم عند محبط من باب المحبة يا ريال وين تبغي يا ريال لن أحبك بنصحك صح ولا لا فالمحبط من باب المحبة تأثيره أقوى من المحبط من باب العداوة العدو قد تحس منافسه لا بنافسه وبغلبه لكن المحبط من باب المحبة يسوي لك تحس أن يا أخي أسمع له ولا ما أسمع له يمكن يمكن يكونوا أقرب الناس لكم أمكم بوكم أخوانكم ينصحك بغالك الخير فكان هذا تحدي كبير بالنسبة لي هل أسمع لهم ولا لا قد خلني ما بأسمع لهم خلنا إن شاء الله بروح والطاقة اللي قتلكم الألم اللي داخلي كان أكبر كنت أتخيل الأطفال هل أقدر أسوي شيء تجاه هل الأطفال نعم معناته خلني بأسويه فكنت فعلا بعد الكلاسات كنت أروح حولت أن أنظم فريق كنت أجد صعوبة كبيرة أني أقنع الطلاب الأمريكان كنت أدرس في أمريكا كنت أجد صعوبة كبيرة أني أقنعهم تعالوا بأسوي مشروع في مصر أول ما أقولهم مشروع عن السلام يقولوا أوه حماس أقولهم مصر توهى ثورات وشوفوا للميديا يقولون نو ثانكي ويار تو بزي وين تو بزي توكم متحمسين يرسل لي إيميل والله يعني تبني فكرة معسكر هذا المعسكر كانت الفكرة في بالنا أن يكون شيء مستدام للأطفال بحيث أن يستخدمونه كل سنة وبحيث أن نسوي منهاج علمي يتعلمون الأطفال أحداث رئيسية من يتوقع شو الأشياء اللي ممكن نركز عليها خاصة مثل ما قلت لكم في تلك الفترة كان فيه ثورات موجود هناك شو الموضوع اللي ممكن نركز عليه لبث السلام ها تفضلوا حلو توفير الأمن الحس الوطني ممتاز قربته ها الأطفال في تلك الفترة لما يشوف الثورات ويشوف كيف طريقة التعبير كانت بشو بالتخريب ولا بالحرق وبالصراخ والعنف شو ممكن محتاجين شو الرسالة اللي ممكن يحتاجونها أنا ذاك لبث السلام ممتاز في شو بالضبط توجيه في شو الله عليك شاسمك قيس تحية كبيرة إذن الحوار التواصل الفعال اليوم التواصل الفعال هي أداة مهمة الطفل هذا لما شاف أن العنف ممكن والله يودي مكان معين بترسخ في باله بشكل أو بآخر صورة نمطية أنه والله إذا عندي شيء أبغي أقوله بلجأ للعنف خاصة أنه الأطفال أطفال بلا مأوى فكانت الشوارع تزج بالثورات والتخريب وغيره فكانت توصل هذه الرسائل المبطنة لذلك كان تركيزنا على مثل ما قال الخونة قيس الحوار والتواصل الفعال سوينا منهاج كامل متكامل مع خبراء في علم النفس سواء في الجامعة أو غيرها من الجامعات عساس أن نركز على هؤلاء الأطفال نسوي لهم منهج ومعسكر صيفي بعد سنتين من العمل أو تقريبا سنة ونصف من العمل الدقوب تعلمت أشياء كثيرة ما كنت بتعلمها تعلمت عن المحاسبة المالية كيف تسوي بيزانية الإنجليزي شوي يعني كانت الأدفايزر حقيقة نصيحتها في محلها يعني ممكن شوي ما ركزت فيه كثير فتوهقت معاه لكن أيضا البروجيكت عطاني مهارات كثيرة لا يمكن إخفائها بعد هذه السنوات قدمنا على البروبوزل وكنا نترقب النتيجة بفارق الصبر حتى كنت بسمي الفريق WWW أي حد بيتوقع stands for what كل W لها معنى WWW We will الله عليش ثاني نقطة كفا عليش إذن We will win كنت يعني خلاص مهي الفريق أن هذا اسمنا WWW We will win نتيجة المسابقة وكانت مثل ما قلت لكم هي مسابقة عالمية فأيت الصدمة اللي كبيرة كانت من أسبالي أن نحن ترى لا تأهلنا ولا فزنا هني شفت كل أحلام وقاعدت تتبخار وكتبت هذه العبارة ولكل منا أحلام وهذه ممكن مرت علينا كلنا مبس حمدان سقطت في حاوية الأمنيات يمكن الأستاذة عندها حلم سقطت أو حلم سقط في حاوية الأمنيات الأستاذة كذلك كنا إن سقطت أحلامك أعد تدويرها فالأماني إما أهداف قابلة للتحقيق أو أحلام منها نستفيق أحلام أجلة ولازم نستفيق منها ليه متبتم في هذا الحلم دام حلم أبغي أصحى منه فسألت نفسي يا حمدان هل هذه الأمنية هدف وقابل للتحقيق تبقي تحققه ولا مجرد حلم ولازم تصحي منه فرديت للصورة اللي وانا صغير ورديت وشفت الأطفال مرة ثانية وعطوني طاقة قلت لكم الآلام أحيانا تعطيكم طاقة كبيرة فعطوني طاقة أخرى شكله كان صوتي عالي جدا والمكر فانطفاء خلني نيكست فليز فهني شو اللي صار صار أنه قلت لا خلني بقدم مرة أخرى لكن بغير شي واحد شو اللي ممكن أغيره لو كنتم كاني شو اللي ممكن نغيره شو اللي ممكن نسويه أنا طبعا بديت أسوي النظريات كلها في أمريكا وقلت لكم استشارت ناس حولي بديت أصمم برامج للأطفال وغيره لكن عمري ما رحت للأطفال عمري ما فكرتني أروح مصر وأسمع لهم فأتفضل الله عليك تعايش البيئة كفو عليك شاسمك والله نعم يا سيد كفو كفو تحية السيد إذن لازم تعايش البيئة اللي انت هناك فيها أكبر خطأ احنا نسويه شو نسويه خاصة في المشاريع يوم يقولك والله شاسمك نتي مثلا آية أيه وأقول حقاية آية بعطيش مليون درهم إماراتي تعالي سوينا البروجيكت الفلاني للأيتام نحن نتحمس شو نسوي والله بسوي وبسوي 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 وتينا الأفكار لكن لازم تقول حق نفسك توقف توقف يا عزيزي لا تفترض نفسك أنت مكان هذا الطفل مو بلأنك شفت الطفل مرة قبل عشرين سنة في مصر معناته أنت بتعرف شو احتياجه مو معناته أنك بتعرف شو هو يبغي فهذا اللي سويته مو كنت تعرف شو عن التفكير تصميمي بس شو رحت قلت خلني بروح مصر كان عندي إجازة كلمت ربيعي قلت لن بروح مصر رحنا مصر ويلست مع الأطفال بلا مأواء وقعدنا السولف معاهم ورحنا عند المنظمات اللي ترعاهم فكحت أسمع وأقارن كان المشروع اللي نحن مسوينا معسكرات وجلسات نفس كذي مملة وحمدان يتكلم وانتوا تسمعون ايه الخراب بيذية وفنادق وحازين فندق يعني كان المشروع حمدت الله وسجدت ركعة شكر يعني سجدت سجدت شكر أنه ما فزنا أصلا قلت له فزنا أوكي أنا بفوز في المسابقة لكن بخسر الأطفال أتخيل عندي أمي الطفل وقعدين ويسمعونك وحمدان يتكلم ويا يبلي أجانب يتكلمون معاه ولا يفهمون لهم فيه وايد أخطاء في المشروع يمكن ما انتبهت لها إلا يوم سرت لذلك أول درس هو شو تعايش البيئة وقابلك اش يسمك رامي كوه عليك يا رامي ها تفضل نعم يعني مبادرة مشروعية جيت لها حاولتني أقدمة ما قدرت نقدم هذا الشي لجهة قدرت نقدم هذا الشي لجهة معينة ففتحت حسابي فتحت الحساب ودورت على الملف اللي انا عامله لاحظت اني حتى الحمدلله متل ما قلت انت انه ما نقبل اول شي لو ما رح توصل للصورة مضبوط لقلكم ليش انا عامل هذا الشي لمجتمع سوريا لمشاكل سوريا وباللهجة السورية وبالكلمات السورية عم بتطلع هيك في غالبا ما نقبل لانه ما بيشبه البيئة هون فانا بعد تسع شهور واكيد مو بتسع شهور الواحدة بقدر يعني يفهم كل الحالة هون ولكن بقدر الكونيا اني انا غيرت منه 150 بالمية بس غيرت الكلمات غيرت الصيغة غيرت الافكار والحطوتات اللي جوه لانه متل ما انت حكيت انا ما عايشت البيئة بعد ما اجيت لهون صرت اعرف طريقة الطرح تختلف نحن بسوريا فينا نطرح بطريقة هون ما بصير تطرحها وهون الاسلوب اذا بدي اطرحه ما بيناسب سوريا فلهيك انت كما حكيت يعني هذا الموضوع المسني وحبيت انه شارك فيه انه قبل ما نباشر بأي مشروع لازم نفهم البيئة كتير مضبوط لحتى يتكلل مشروعنا بالنجاح وشكرا لا تفترض نفسك انك انت الكاستمر وانك انت فاهم الكاستمر ايا كانت فئتك المستهدفة روح لها اسمع منها انصت اليها اقرأ تعابير ويها اقرأ افعالها لا تكتفي والله لقيته مرة من المرات او سمعت منه مرة من المرات لذلك هذا اللي انا حاولت اني اسويه رحت مصر لست العب مع الاطفال حتى ما اخترت اني الاقيهم في فندق ولقاء رسمي واي بوراق وغيره لا 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 وين يلعبون بروح بلعب معاهم وين يرسون بروح بيلس معاهم وين يسكنون بيلس بس كم معاهم بس معهم بسمع آلامهم بسمع شو اللي يقولونه لذلك هذا ساعدني وايد وهذه كانت اهم خطوة ليش؟ لانه في مراحل التفكير التصميمي التعاطف هو الاساس تفهم الكستمر مالك تفهم شو يبغي في اتك المستهدفة على اساس تخدمه خدمه افضل افهمه وهذا ما يطبق على فكرة بس في التطوع حتى في البزنز اليوم ممكن قيس عنده شركة علشان تخدم الكستمر مالك بشكل افضل نطبق التفكير التصميمي فلذلك هذا اللي حاولنا ان نسويه يلسنا مع الأطفال وفهمناهم الاستماع لأصحاب المصرحة الاستماع لأصحاب المصرحة بالضبط فكل مرحلة طبعا تختلف لكن اليوم انا اركز على عشان ضيق الوقت يعني هذه عادة اخذها في ساعتين اتكلم عن كل مرحلة من المراحل فكيف هذا التعاطف ما يأثر ممكن ان تطرق لها لاحقا لكن ليش مهم ان يتعاطف مع الاخرين هل اي واييب ارامي واييب له ملابس من عكيفي واعطيه اياها ولا شو لازم اسوي قبلها اخذ مقاساته اخذ مقاساته ايوه تفهمه كافو عليش اسمش استاذه سارة والله نعم مثل ما قادت استاذه سارة تفهمه تفهم شو اللي يبغيه يومي نسمع الاطفال فهمت انه ما يبغون محاضرات يبغون العاب غيرت الجد والمالنا كله من محاضرات ليسامونا اللي هو التعلم عن طريق اللعب لست وشفت الاطفال رحت المكان شفنا عندهم مكان قديم مهجور على البحر قلت خلاص ليش احجز فندق وخسر الفلوس خلنا نصيّل هالمكان خلنا نخليه مكان مأهول يقدرون يستخدمونه كل سنة فتكون المفكر مستدامة فالهدف من القصة انه لا تحزن اذا خسرت لكن تذكر دائما وهذه العبارة نشرتها في احدى مقالاتي في البيان الاكتفاء بما قسمه الله لك قناعة تكتفي انك مافست هذا قسمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله تقول بملء الفم الحمد لله ولكن الاكتفاء بما تقدمه انت عجز والله تقول انا سويت لألي وكفيت ووفيت لا حبيبي ترى هذا عجز اذا انت كنت فعلا مقتنع قدم المزيد واترككم مع هذه المقولة ويمكن انهي والتفاصيل ايضا في الكتاب ان الحمد لله بعد هذه التغييرات قدنا نقدم مرة اخرى وفزنا مش بس لانه قدنا نوصل الاطفال لكن قدرنا نقنع ادارة الجائزة بالتغييرات اللي سويناها ويزاكم الله خير والجائزة تروح للاستاذة نداء تحييلها اتمنى ان شاء الله الكتاب ينال على اجابش واشرفني تواصل معاكم اخواني اخواتي هذا حسابي على انستجرام اشرفني تواصل معاكم وحط طبعا الدورات وحط شو سوي بذيب كليكر يعني اوكي حلو فيعطيك بالك عافية ومشكورين اذا حد عند السؤال والاستفسار انا موجود ها تفضل سباح لانسيتك مرحبا اليك ومرحبا للجميع اسمي رايان محفوز انا عضو بالمجلس الاستشاري لبرنامج القيادات الشابة YLP من لبنان معلق رياضي مدون صانع محتوى ومطور مجتمعي بمجال الشباب بصراحة لما شفت هذا السلايد امامي اعملت مثل على القصص يلي اخدت ضمن البرنامج يلي انا عضو فيه ولحظت يعني اي تكيوور ستوري از ان اكزامبل ان ادابتدت اتو مين كان عندي مشروع بمجال التعليم من خلال هذا البرنامج اللي مشارك فيه ولكن لحظت بمطرح معي انه نوعا ما ما عرفت المشكلة بشكل مظبوط وما حددت الاودينس تبعي بشكل دقيق دايما بيقولولنا لا تكبروا الصحن كتير ولا تضيقوا كتير كتير عليكم انه انتو تعملوا بشكل متواصل ومستمر ومن وراء هذا الموضوع اتعلمت هذا الدرس وقدرت انه اربح عدة مسابقات ريادية لحتى حول مشكلة لفكرة مبتكرة وهيد الفكرة اخرة كانت ضمن مشروع شوتينج ستارز اكاديمي يلي هدفها تمكين ذوي الهمم والاشخاص الشهوفين بالرياضة لحتى يكونوا رياضيين محترفين واشخاص متخصصين بالمجال الرياضي فمن هون استنادة عن اللي انت قلته حضرتك انه ضروري نتعاطف بشكل متواصل الخبرية ما بتوقف ابدا لحظة ما نفكر بالمشروع لانه في معطيات دائما تتغير وتتطور مع الوقت وفي تغييرات نحن لازم نواكبها وإلا ما بيكون في استمرارية ولا في ادراء متواصل على انه نخلق تأثير وشكرا شكرا لك صراحة على هذه التجربة وإن شاء الله نكون على تواصل فكلكم يعني شرفني اني اتواصل معاكم باذن الله على مدري الحساب واضح ولا لا لكن شرفني اني اتواصل معاكم وشرفنا اننا نتعاون حتى ممكن في مجالات مختلفة صراحة الاخرامي والقيس كلكم اه حد عنده ايضا سؤال استفسار مشاركة تعقيب جميل مثل التعقيبات اللي اسمعناها اعلامية صح قصدك من بيناتها القسم يعني الاكبر هو اعلامي وفيه شيء كبير مجتمعي تمام يعني مثل نسرحيات دفعولي للاطفال اللي هو كورس متكامل قانوني تقني ولكن عن طريق مسرحية الاطفال كان اكيد رح يحبوه ان شاء الله وضم يعني عدة فعاليات فشو الجهات اللي يمكن تتبنى هيك مشاريع؟ سؤال جبير اه اذا محتوى اعلامي انا اسمعت عن ممكن تبحث عنهم يعني ينتجون افلام قصيرة او افلام مطولة في ابوظبي اسمها اما الامور المجتمعية نحن فيها اليوم مؤسسة محمد براشد للمعرفة ممكن تواصل مع احد من الاخوان اللي هنا متواجدين وشوف اطر التعاون معاهم بالعكس ما شاء الله المؤسسات كثيرة سواء كانت حكومية او خاصة والكل حاب انه يشوف المشاريع هذه ويشوف الافكار على ارض الواقع محامد براشد محامد براشد وامجنيشن بعد اكتب امجنيشن شكل لكم اكيد فضل السؤال الجميل طبعا انا سويتها بالصدفة مثل ما قلت لش يعني سويتها لحاجة في نفسي عقوب عقلتهم يعني حسيت باحتياج حقيقي فقلت خلني بروح مصر وسويت الخطوات وسبحان الله بعد سنتين في الجامعة دخلت كورس كان عن design thinking قلت قال لي قاعد تكلم عنه كأني مسويه في مصر فحتى قدرت ايب ايب ايه سبحان الله في المادة لانه عشت الشيء قبل لا ادرسه فمن هذا كل يوم بديت اصوي ورش عن هذا الموضوع سواء في الدوام او خارج الدوام السؤال الجميل الاهني يمكن نختم يزاكم الله خير ويعطيكم الف عافية شكرا لكم استمتعنا بوجودكم يعطيك الف عافية حمدان وماشاء الله رسائل ودرر خلال حديثك الشيء السيدات والسادة نستقبل الان اول المنسق ومرشد عام لشؤون الشباب العربي في جمعية الشباب العربي بالتنسيق مع الامم المتحدة وذلك في الجلسة الثالثة لليوم مع فاطمة البلوشي لتحدثنا عن قصة نجاحه